كل هذا يمكن أن يحدث مرة أخرى هكذا صرح كويكو أدوبولي المتعامل السابق في بنك يو بي آس والذي أدين بتهمة أكبر عملية احتيار في تاريخ المملكة المتحدة المتعامل أطلق صرحه هذا العام بعد قضاء أربع سنوات من أصل سبع سنوات سجنا أصدرتها في حقه المحكمة في العام 2012 أدوبولي وأصوله من غانا كان يعمل مديرا لصناديق المؤشرة في يو بي آس في لندن التي كبدها خسائر قدرت بـ 2.3 مليار دولار في تعاملات غير مرخص لها ما أدى إلى تراجعها في غمار أزمة اقتصادية أدوبولي أكد في حوار أن القطاع المصرفي لما تعلم من الدروس الفشلة مفضلة معاقبة الأفراد عاود تعيير تقافة القطاع والمتمثلة في الربح بأي ثمن